مرحبا معكم كارمي شماس كيف بد يكون اليوم الخميس 28 تموز يوليو اليوم الأمر موجود ببرش الأسد بانضم للشمس بيلتقوا سواء الليلي بتمام الساعة 9 المساء توقيت بيروت بيصير في عنا أمر جديد في برش الأسد التأثيرات كتير مهمة اليوم للأبراج النارية موليد برش الأسد أكيد بالطليعة موليد برش الحمل موليد برش القوس كيف بد يكون نهارنا البداية مع برش الحمل يلي اليوم نهاره أكثر من رائع مهم جدا كتير مهم هناك الكثير من الفرص اللي معكم وبتكمل الجمعة والسبت من القيام الممتازة جدا عم تختموا تقريبا فيها شهر تموز يوليو 30 و 31 أذار مارس بتضل الأكثر حظا مع أنه كلكم محصوصين اليوم بالنسبة لبرش الثور مولي برش الثور أنا حكيت كتير عن هذا التأثير تأثير الأمر الجديد ببرش الأسد بالأبراج الأسبوعية وحتى بالشهرية فيكن نتابعوا المزيد من التفاصيل هونيك لكن بالنسبة لليوم بعض المزاجية موجودة بعض التوتر موجود لأنكن عتلانين هم بمعنى أنه بدكن تعملوا شي مهم وبتقدروا تعملوا شي مهم خلوا التوتر على جنب خلوا كل هالأمور على جنب وبتقدروا تنجحوا بعملكم على يمكن صعيد شخصي على صعيد يمكن مهني على صعيد يمكن اجتماعي خلوا التوتر على جنب في أمور جديدة عم تشتغل عليها اليوم مواليد أربع خمسة ستة أيار مايو كنوا حضرين تأثيرات كوكب المريخ بتسبب لكم بعض المشاكل يمكن طبعا بالنسبة لبوش الشوساء يوم كتير كتير مهم هالأمر الجديد بيعطيكم طاقات هائلة طاقات كتير كبيرة هناك توافر أو كترة معلومات موجودة عنكن تعطيكم قدرة لحتى أنتوا تتناغموا مع حالكن ومع غيركن أجواء مهمة بترافق اليوم مواليد بوش الشوساء وينما كنتوا من أقوى الأبراج نفسيا فكريا حتى جسديا كلكم محظوصين اليوم كلكم نقوية اليوم الحدث يمكن يكون بانتظاركم حدث مهم توتى تقدم أو تطور مهم بانتظاركم خاصة عند مواليد أربع تاش خمسة عشر حزيرة عن يونيو بالنسبة لبرش السرطان بنسبكم هالأمر الجديد في برش الأسد بنمي عندكم وبقوي طاقاتكم النفسية يمكن الثقة بالنفس يمكن بيعطيكم مجال لحتى أنتوا تقدروا تفسروا الأمور وتطالبوا بأمور على زوقكم أجواء حلوة بتقويكم كوكب السهرة بعدهم معكم أكثر مواليد برش السرطان هي محظوصة اليوم بشكل خاص إذا بدنا نقول مواليد 1-2-3-4-5 تموسيو اليوم منكمل مع برش الأسد يلي اليوم مش عاطي فرحته لحدا الأجواء أكثر من رائعة كتير مهمة تأثيرات كتير كبيرة معكم من الأيام الممتازة بتاعتي مواليد برش الأسد قدرات كتير كبيرة قدرات إدارية قدرات لحتى تكونوا أنتوا محفزين يعني عنكن اهتمامات كتير كبيرة ناشحين قوية عنكن قدرة قيادة عنكن قدرة قرار من الأيام الممتازة جدا مش بس بهذا الأسبوع بهذا الشهر أيضا ومن الأيام المهمة جدا بالسنة كمان ليش لا الأنشط يلي ما بيهدى اليوم مواليد 11-12-13-14 أب أغسطس أيضا الأكثر حصان 1-2 أب أغسطس ننتقل لبرش العثرة يلي اليوم نهار بعتبره نهار بطيء من الأيام البطيقة من الأيام الهادي من الأيام يلي يمكن ما تحمل هالعجأ أو هالنشاط أو هالقوة في القرار كونوا حاضرين اليوم الهدوء التراجع في المعنويات في الحزوز في الطاقة الحيوية كل هالأمور بتقول خلوا هذا اليوم للهدوء وللأعمال البسيطة جدا فقط لغير منكمل مع برش الميزان مواليد برش الميزان يوم ممتاز جدا نشيط جدا حلو كتير من الأيام يلي فيها تسارع في الأمور من الأيام يلي فيها عجأة من الأيام يلي فيها خفقة كتير حلوة فيه نوع من مبادرات كتير حلوة معكن اتجاهكن يوم ممتاز بيساعد مواليد برش الميزان لحتى يكونوا بموقع قوي بموقع مناسب بموقع بيحمل الكثير من التقدم الكثير من المفاجآت فيها تكون مفاجآت سارة جدا حاولوا مواليد برش الميزان ان يكونوا في الحدث إذا بدكن حضروا عملكم مسبقا وبتشوفوا انه بتقدروا تحصلوا على اللي بدكنية وتعملوا البدكنية الأكثر حظا فيها تكون 2-3-6-17 أكتوبر ننتقل لها برش العقرب الأمور يلي بتصاطفوها اليوم يمكن تكون أمور شوي مهمة شوي صعبة شوي تقيلة الأجواء اللي عندكن اليوم من ناس منا مستحيلة بتقدروا تحلوها الأمر الجديد الموجود بالبيت العاشر بيقدم لي مواليد برش العقرب بعض الفرص صعبة شوي وكأنه امتحان لاحي لكم اديش انتوا جاهزين بتقدروا تتقدموا فكونوا جاهزين وبعدوا عن المشاكل خاصة مواليد 10-11 و12 نوفمبر عملوا شغلكون مثل ما لازم ننتقل لبرش القاوسي اللي نهاره اليوم مفروض يكون كتير حلو وكأنه أبواب الحظ صارت مفتوحة قدامكن أجواء كتير مهمة بتسمح لمواليد برش القاوسي يكونوا الأقوى الأكثر جمالاً طلطون هيبطون نفسيتون تحكتون رنت صوتون ومشيتون رائعة جداً من الأيام الممتازة في هذا الأسبوع وأيضاً في هذا الشهر يلي رح يخلص وحتى بدي يكون من الأيام الحلوة من شهر آب أغسط تصور قديش مهم هذا اليوم كلكون محظوصين منكمل مع برش الجدي هالأمر الجديد الموجود بالبيت السادس بيقلكم مواليد برش الجدي البيت الثامن كونوا منتبهين تابعوا أموركم تابعوا أعمالكم أوراقكم مصاريفكم فوتيركم الناس اللي بتطلب منكم المعاملات اللي عندكم ياها اليوم ضروري تنتبهوا لهذه الأمور ما تفكروا أنه أي شي تعملوا اليوم ما أنه مهم بالعكس احتمال أنه بهذه 3 أيام كون في عنكن شغل كتير مهم أوراق معاملات فتابعوها من كل بد وتابعوها حسب الأصول ما تكونوا مهملين أبداً وبتاتاً خاصةً اللي لازم ينتبه 16-17 كنون الثاني يناير بننتقل لأبرش الدالوي اللي اليوم الأمر عم بيواجهوا مش بس الخميس الجمعة والسبت فكونوا جداً حذرين مش لأنه في شي بس لأنه يمكن يكون هالخصم اللي مقابلكن هالمشكل أو هالقصة اللي زعجتكن مثلاً الجيران مطلعين صوت يمكن تزعجكن زيادة عن الزومه هي مسألة بسيطة فبتكون تكبروا عقلكون هالثلاثة أيام مش بس اليوم بعدوا عن المشاكل المسألة الحلوة اللي بانتظاركن يمكن زواج يمكن ارتباط حاولوا أنكم تفرحوا فيها وتعملوا الحدث إيجابي جداً للآخر بعدوا عن المشاكل 12-13 شباط فبراير كمل مع برش الحوت مواليد برش الحوت الأمر الجديد موجود بالبيت السادس بيت الصحة أنا حكيت عن هذه الأمور مراراً وتكراراً فيه إشياء جديدة عم تدخلوها حياتكن وتقدروا تدخلوها حياتكن انبسطوا وارتاحوا وخلوا هالشيء الجديد هالبزر الصغيرة اللي عم تزرعوها تحتموا فيها وتحتموا نتائج ممتازة في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة تابعوا أموركم مثل ما لازم خلوا كل شيء جديد يكون لإحداث تقدم الإشياء الصغيرة البسيطة كل شيء بتعملوه بيعطي تأثير بيعطي نتيجة بيعطي effect فبالتالي كل شيء بتحطوه لازم تعرفوا أنه بتحطوه بمطرح جيد أجواء حلوية لكنا متعبة اليوم بختم مع مولود اليوم مولود اليوم بانتظاروا هالأمر الجديد مرافقوا على مدى السنة بكاملة هايدي مسألة كتير مهمة قد تجعل من هذه السنة اللي مولود اليوم من أفضل السنين أو من أهم السنين فكونوا منتبهين على كل شيء بتعملوه طبعاً بتعطيكم تأثيرات كتير مهمة بتجيكم تأثيرات كتير مهمة من كوكب المريخ كوكب عفواً المشتري يلي موجود برش الحمل يلي رح بيساعدكم كلياً في هذه السنة يلي رح بتكون سنة مهمة هايدي السنة 22 ما تبقى 22 وحتى تقريباً جزء كبير من 23 بتتمنى الجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي